رح تحصل على فرصة عمل. رح تحصل على موضوع يمكن تعلق بسفر. ولكن هذا الشي دخله اه خلينا نقول مش زي ما انت بتتوقع. ولكن له قيمة معنوية كبيرة يعني مش شوي هذا الاشي. اه فيه له قيمة معنوية كمنصب كشي. ولكن المادة كدخل يعني مش زي ما انت آآ بالدكية. بشكل عام يعني اللي. في حبيب غايب عنك. بس لسه ما فتحنا يعني على لاط. بعدين بنقر. ومين هذا الشخص اللي بكره هك؟ من بعد هاي الفرصة اللي هي فيها مال قليل او كذا رح يصير في وفرة مالية كبيرة رح تكفيك وتكفي خلينا نقول للاولاد. شايفي هذا الشخص عنده التزامات كتير. عنده التزامات مادية كتيرة. لذلك في بداية الفترة بيحاول انه يحافظ على قد ما يقدر او يقتصد. ولكن بعدين رح تجي رح تجي يعني رزقة معينة اكيد يعني من الشغل او ممكن من برا الشغل. اللي هو اما تكون انت مدين ناس مسلا فلوس وعم بيرجعولك اياها او حدا اكل عليك فلوس ورجعلك اياها ممكن يكون قرد ممكن يكون ارث ممكن زودة بالدخل نفسه او فرصة عمل اخرى يعني افضل من الاولى. ولكن شايفيتك مطلقط بالفرصة الاولى او الشغل اللي انت فيه مطلقط فيه وخايف كتير يعني عندك طاقة خوف كبيرة من انك تفقد هذا الشيء. ولكن انا شايفي بالعكس ما رح تفقده بالعكس رح يكون فيه ترقية وزودة بالدخل. زيادة بالدخل. اه بشوفك هون اكتر شي عم تصارع مرض. اه المرض هذا ممكن يكون عندك او التعب. اه ممكن يكون تعب نفسي مش يعني عضوي ما ما دخل. ممكن يكون عندك او عند احد من العائلة ازا كان عضوي ازا كان نفسي فهو موجود عندك. بسبب شخص. يا اما دلو او مائي بشكل او مائي خلينا نقول اه او هوائي. عم بتكون كيف بده اقولك عم بتكون بتصارع حالك يعني انت حاسس او انه هادي العلاقة مش صح هاي العلاقة ماشية بطريق مش صح. اه وبتحاول انك تطلع من هاي العلاقة بتحاول انك تطلع من طاقة هذا اه الشخص لكن شايفتك انه لا انه يعني رح تضلك تستنى هذا الشخص او في عقلك الباطن موجود انك انت ما بتقدر تعيش بدون هذا الشخص. في للبعض كمان اوكي استشفوا وخلصوا يعني ويمكن شافوا حدا جديد فا برج القوس يعني برج القرارات. فقادر انه يكون شوف هون انت شو عم بتكون? عم بتكون اللي بيرسم ملامح الحياة اللي بدو اياها بهاي الفترة رح يكون اه اللي هو تغييرات هو بيده بيعملها. شوف برج القوس بالفترة الجاي ما رح يستنى ان هالظروف هي اللي تخدمه. هو اللي رح يستعمل ادواته كلها التول سبعوله عشان يغير اللي حواليه. ورح ينجح بهذا الموضوع. شوفوا هون كيف عم بيأثر هذا على كل اللي حواليه الطاقة والتغيير عم تيجي من عنده وعم تنتشر اه على المكان اللي هو فيه. فانا شايفيته مسيطر جدا بالفترة الجاي. اه على العمل وعلى صعيد العاطفي كمان. بشوف الفترة الجاي كمان فيها اللي هي تغييرات رح تدوم لفترة طويلة جدا. فكون حذر من الشغلات اللي اه رح تزرعها بالفترات الجاية اللي هي بهاي الفترة. هاي الفترة رح اه تحكم يعني الشغل اللي رح تشتغله او الافعال او الافكار او المشاعر. المهم في هاي الفترة اه اللي هي عم نفتح عليها رح تأثر على فترة طويلة بعديها. ممكن تمتد لسنة. فنكون حذرين في هذا الشهر انه احنا نشتغل شغلنا مضبوط انه احنا ما نغلط. اه نكون صبورين شوي الامور ما رح تيجي على طبق من ذهب زي ما بقوله. مش احلام وردية الشغلة. فا. اه شايفيتك هون شايفو برج القوس ممكن تكون والله. الطاقات عفكرة حبايبي عم بتكون ما ترابية مائية هوائية. طيب. في شخص عم بيحاول انه يقتحم حياتك في طرف تالت. اه عفكرة مش طرف تالت. خلينا نسيبنا من هاي الكلمة لانه اول ما تسمعوها بيجي بالكم العاطفة. انا مش دايما بقصد فيها العاطفة. يعني احيانا اه طرف تالت في الشغل يعني بيكونك بينك وبين الرئيس بيكون في شخص عم يوسوس او كزا كمان. هذا اسمه طرف تالت. المهم اه عم بيكون هذا الشخص اه مثل الشيطان مثل الدفل في حياتك. مثل طاقة سامة في حياتك. عم بيبيين لك انه هو اه كتير ملاك. انه هو كتير اه نيح. ولكن هو في الحقيقة هو انسان حاقد. وانسان ممكن يكون انثى ممكن يكون ذكر. عم بيكون حاقد جدا وحسود للك. وانت مش عارف. اه اه ازا قلنا ممكن يكون في العمل ممكن يكون حتى في العاطفة كعلاقة ثلاثية. كالطرف تالت مش انت. ولا الشريك. الطرف التالت. اه هون بشوفك كمان يعني هاي الفترة كل اياته لبرج القوس عم يرسم ملامح حياته. يعني هو اللي عم يرسم ملامح حياته. كل الامور بايدك انت. شوف زي ما انت بتحصد. اه زي ما انت بتزرع راح تحصد. هاي الكارمة. هاي هاي الموضية يعني اللي انت بتعمله بلف بلف وبرجعلك. ازا طلعت خير راح يرجع لك خير. هيا هاي الكارمة. ازا طلعت ظلم راح يرجع لك ظلم. فهون الكارمة راح تتحقق بهاي الفترة على الصعيد العاطفي. شايفي انه الطرف الثاني عم آآ يستنى موعد مناسب عم يستنى وقت آآ مناسب لحتى صالحك او انت تصالحه طبعا. القراءة ممكن تكون عكسية دائما بنحكيها. آآ ولكن عم بيفكر بطريقة جدية عم بيفكر باستمرارية العلاقة على الاقل في خياله. عم بتخيل هذا الاشي وعم بيفكر فيه. خلينا نفتح على العاطفة اكتر. شو رايكم نستعمل هذا الوراء? بيّن عندي الاشخاص العزاب لحد الان. اشخاص العزاب حيلتقوا بتوأم الروح. الشخص اللي بيحلموا فيه كفارس احلام ممكن انه تلتقوا فيه بهاي الفترة. ولكن ممكن يكون بالعمل. اذا ما كان في العمل على الفكرة مش ضروري انه يشتغل معاكم. ممكن يجي يعني يعمل معاملة عندكم ويروح تتعرفوا عليه. فمش ضروري يكون عم يشتغل معاكم. آآ اللي مش عم يشتغل اساسا من آآ من برج القاوس. آآ ممكن يلتقي في هذا الشخص آآ في يعني في جمعة. ما بعرف شو هي هاي الجمعة. ممكن مؤتمر ممكن. المهم جمعة ناس يعني مش بس انتو لحالكم. رح تتعرفوا بهذا الآآ ورح يكون على فكرة شخص آآ مش قريب يعني ما كنت تتوقع ابدا انه ممكن تحب او آآ يعني آآ تحب شخص من هذا النوع او شخص آآ من هذا من هذا النوع. حبيبي ممكن يكون عندك آآ في طاقة سلبية عم بتوقف في اللي هو في آآ في طريقك انت والشريك. حتى لو كنتم متزوجين في آآ في طرف يعني في طرف تالت او حتى اكتر من شخص عم بيوقفوا آآ بطريقكم. بشوفك هون عم تلجأ للاستشفاء ممكن انه آآ تكون اما بدك تنسى الحبيب او انه فعلا بدك تنسى الحبيب يعني اكتر من انه تستشفي من طاقة سلبية او من التنتين آآ مع بعض. او انك بتعتبر انه الشريك طاقة سلبية وعم تخلص منها. ولكن انا بشوف رغم هيك آآ انت بالعكس انت عم بتمثل والطرف التاني عم بيمثل. يعني انتو مش مبسوطين انتو للتنين. فكل واحد عم بيوهم التاني في طاقة اوهام عم يوهم التاني انه هو آآ عايش حياته انه هو مبسوط انه هو كزا آآ فهذا الموضوع ما رح يطول يعني شوفوا هون آآ لابس مثل الدرع آآ حط خرزة زرق طبعا هاي بيلبسوها عند الهارت تاكرا مش عند الهارت تاكرا عند الحنجرة اكتر بيلبسوها اللون الازرق. مش 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 محطوطة هون. محطوطة بطريقة غلط هون. آآ هذا دليل او كزا انه التنين عم بتعملوا زي ما بيقولوا آآ بتعملوا اوهام لبعض وموت كل واحد يحاول انه آآ يخلي الطرف التاني هو اللي صالح. آآ شايفي بناتكم زي ما قولت في النهاية هون. انه في آآ رح يعني رح تكتشفوا انه هذا الطرف هو السول ميت تبعكم او دوقم الشعلة او 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 بس انه آآ رح تقربوا كتير من بعض. بشوفوا زواج يعني وبشوفوا ارتباط او على المدى البعيد. آآ وزي ما هون قلت لكم في ممكن يكون طرف ثالث كمان بالعلاقة العاطفية يعني مش عارفة شو قصة الطرف الثالث هذا كل شوي ببين. آآ ولكن شايفيتك انت مستعد. مستعد وفي هذا الكرت اخر كرت بالقراءة ببين انه شوفوا اربع وردات كان هناك مبين انه ثلاث وردات علاقة ثلاثية هون اربع وردات يعني. آآ اكتر للجدية اكتر بروح الموضوع. آآ شايفيتك يا قوس عم تصغر كتير بهاي الفترة. ممكنك عم تهتم بحالك يعني كتير آآ عم تصغر. يعني اللي حواليك عم بيحسوك انه شكلك آآ صغرة عشر سنين او انت حتى بتحس حالك بالفترة الجاي انه صغرة عشر سنين آآ فيه فرحة بطريقك حلوة ولكن انت متوقع آآ اشياء سيئة نتيجة تغيرات عم بتصير حواليك لكن هاي التغيرات ما رح تقول لك انت بعيدة عنك فاطمئن وريح ويعني ما آآ ما تفكر كتير في الموضوع. عم بتكون كلها مخاوف آآ بدون. آآ عمتوا على الفكرة مش تصول ميت. في ناس آآ لا شو علي؟ هذا تأكيد يعني من الاوراق. بيبين انه فيه شخص آآ خلينا نقول على الصعيد العاطفي كان بالقديم آآ يعني بتدخل على مصلحة داخل على علاقة عابرة ولكن بعدين اختلف الموضوع وصار آآ يعني متلقط فيك اكتر آآ متعلق فيك اكتر صار آآ عنده الموضوع زي الادمان. فبالاخير انا شايف اجتماع لهدول الشخصين فالحمد الله يعني كراءة حلوة كانت. آآ آآ هذا بالنسبة لبرج الجوزاء. حاول نشوف نصائح لبرج الجوزاء. آآ شو الوراء? شو الوراء اللي نختاره. شعر فيه. نشوف انا ليش شاي كل شوي بخربط بالآآ بالاسماء. يعني انا عارفة انه القوس وعن بنوي على القوس. بس بتعرفوا. الواحد بلخبط يعني. بلخبط بس باللفظ امن بالنسبة بتكون لأ مفتوحة على برج. يعني معين. آآ هذا الكرس طلع مقلوب. يعني بما معناه طلع مقلوب انه الامور آآ ابسط بكتير مما انت تفكر. لا تعقد الامور. لا تتخاف كتير. ما بعرف كل الابراج عم بتكون عندها مخاوف واوهام وكزا. هذا الشهر ما بعرف شو هو. عم تطلع حتى القراءات الخاصة اللي عندي عم بتكون شوي يعني في في مخاوف في مع انه ما بيكون في داعي للمخاوف. فبقول لك لأ اشحن حالك بالطاقة الايجابي وما بتفكر. ما تفكر بهذا النوع من التفكير. لانه انت الوحيد الخسران. خلينا نشوف اشي تاني. هون بيقول لك انه. هبيز. شعارفة ليش طلعت. آآ بيقول لك انه يمكن انت رح ترجع. لا يمكن بتعرف ترسم. يمكن بتعرف تغني. حصوتك حلو. آآ يمكن عندك آآ هواية معينة. هاي الهواية بيقول لك نميها. ممكن انه آآ تحصل من وراها على امور يعني. اما راحة نفسية او دخل او المهم في آآ فيه اللي هو آآ فائدة من هذا الموضوع فنستغله. بس حبايبي وبتمنى لكم شهر بيكون حلو كتير. آآ بشوفكم بالقراءة الجايحة بعد الباية.